أنا فارس وأنت تشاهد أقوى دورة عن الآفتر إفكت في هذه الحلقة سوف نتكلم إن شاء الله عن آدات الروتيشن وهي آدات لإدارة عناصر وطبقات أستطيع أن أقوم بإدارة أي عنصر أقوم بتحديده بعد ذلك أحدد آدات الروتيشن تول من دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات الروتيشن من خلال الضغط على حرف الـ R والدخول في تفاصيل معمقة هنا سوف نتكلم عنها لاحقا وإنما أريد أن نتكلم عن آدات الروتيشن بمجرد أن أضغط وأقترب بهذا الشكل يبدأ يتعرف على المحور X المحور Y والمحور Z بمجرد أن أقترب مثلاً من المحور X أضغط على الزر الأيسر للموس وبعد ذلك أستطيع أن أقوم بعمل إدارة بشكل مباشر Ctrl Z نفس الأمر بالنسبة لي على المحور Y يا صديقي وحتى المحور Z أيضاً بإمكاني أن أقوم بالإدارة بشكل حر من دون تقيد بأي محور على الإطلاق من خلال عدم الاقتراب إلى أي من هذه المحور أضغط على الزر الأيسر للموس بعد ذلك أستطيع أن أبدأ الإدارة على المحور X على المحور Y على المحور Z كيفما أريد أيضاً أمر آخر أنني أستطيع أن أقوم بعمل نفس الأمر على أي طائرة أريدها مثلاً هنا أو على أي عنصر أو طبقة هذه هي الطائرة المحور Z أستطيع أن أقوم بإدارتها على المحور Z المحور Y أستطيع أن أقوم بإدارتها على المحور Y المحور X أستطيع أن أقوم بإدارتها على المحور X كيفما أريد أستطيع أيضاً أن أقوم بإدارتها بشكل حر من دون التقيد بأي محور على الإطلاق دوماً وأبداً Ctrl Z إذا لم يعجبني التأثير الذي قمت به لأتراجع عن ما قمت بعمله كان هذا كل شيء في حلقة اليوم نلقاكم فيها الحلقة الموالية